بسم الله الرحمن الرحيم اهلا وسهلا بكم متابعينا اليوم سيكون درسنا شوية مختلف احنا اليوم بنصمم مواقع انترنت لان من يجي نصمم مواقع انترنت هنحتاج صور الصور ممكن تكون عبارة عن لوغو ممكن تكون عبارة عن الكفر للموقع ممكن تكون صورة في داخل الموقع اليوم احنا بنتكلم في موضوع الصور بدنا ادوات حتى نعالج هذه الصور حتى نبني هذه الصور حتى يكون فعلا عندنا صور فيها او فيها اصالة اليوم هذه الاصالة هتكون هي فعلا تدينا الهوية القوية للموقع ولتصميم الموقع طيب اليوم هل احنا بنحتاج فوتو شوب برنامج اصيل بنحتاج إلستراتور ازا برنامج اصيل لا ممكن نكون في عندي ادوات كثيرة في هذا الموضوع تعال نتعرف على اداة من هذه الادوات الاوية الفوتو جيت طيب ايش والفوتو جيت تعال نشو ايش الفوتو جيت بدي اروح انا افتح الان موقع انترنت ونبحث عن تطبيق او موقع بديني القدرة اني انا اعمل التصميم كاملة باشكالها المختلفة بهويتي الخاصة يعني بدي يكون في عندي محتوى اصيل في هذا الموضوع طيب نتكلم فيه في موضوع الفوتو جيت لو دخلنا على هذا الموقع من خلال محرك البحث جوجل بنيجي بنتكلم تيرن يور ايديا انتو تونينج ارت وورك يعني انا بتكلم قاعد في هذا الموقع هو القدرة على اني انا اصمم تصميم جديد هنا تطلع فيه شغلات مختلفة فيني اعمل تصميم جديد كرييت اديزاين فيني انا اعمل كوليك اللي هو الموضوع اعمل كليكشن او ديزاين فيني انا اعمل اديدينج لسور اذا في عندي صورة معينة اعملها اديدينج ممكن ان هذا التطبيق او هذا الموقع يعالجني موضوع اللي هو تحرير الصور طيب في عندي امكانية ان انا اشتغلي فري اه في جزء منه هذا فري وفي جزء منه بفلوس طيب تعال ندخل نعمل تجربة في هذا الموضوع كل واحد بده يشتغل موقع بده والله يلوغو مثلا تعال نفتح نشوف كيف الديزاين اللي ممكن ننشئه نروح على كرييت اديزاين اضغطوا على كرييت اديزاين لاحظوا معايا هنا الان هذا بيئة العمال موجودة كرييت انيو يعني انشئ جديد ايش اللي جديد اللي احنشئه فيني حنشئ بوستر هنا ايش بوستر اللي هو المشاركة لاحظوا معايا في تحت البوستر ايش اربعمية وعشرين ضرب خمسمية واربع وتسين مليمتر يعني هذا وحدة قياس ممكن يكون انش ممكن يكون الملي طيب انفيتاشن هاي بتكلم بالانش قديش خمسة في سبعة انش طيب هذا برضو ايش العرض خمسة انش السبعة انش اللي هو ايش الارتفاع بنيجي منتكلم الكارد سبعة انش العرض سبعة انش في خمسة انش الارتفاع بنتكلم ماجازين كوفر بنتكلم تمانية ونص انش عرض وارتفاع قديش 11 بنيجي منتطلع ايش في اشياء ممكن يعطينا اياها اللي هو الفوتوجيت حتى يختارها هنا في عندك اليوتيوب اللي هو موضوع اللي هو الكفر اللي بيكون فوق قناة اليوتيوب شوف كل واحد عنده قناة يوتيوب بيكون عنده هوية معينة جزء من الهوية بسموها اللي هو الكفر اللي بيديجي على الهوية او على الموقع او قناة اليوتيوب طيب احنا وين بدنا نروح نروح اللوغو ها ماركتنج هاي في عندنا لوغو نفتح موضوع اللوغو طب تعال نشوف ايش موضوع اللوغو اللي نفتح اللوغو وبالمناسبة احنا نسينا بس نركز على الارتفاع والعرض هنا العرض 500 والارتفاع 500 لاحظوا معي انا عندي مجموعة من التمبلتس اللي انا ممكن اختارها وتكون هي الاساس للتصميم تبعي لو اجينا اطلعنا على هذا التمبلتس هنا مجرد ما نشوف الشعار هذا او الرمز هذا الامامنا فاصبح هذا عبارة عن اشي مدفوع الاجر يعني يجب اذا انا بدي اشتغل على هذا اللوغو اصمم بلاء على هذا التمبلتس لازم ادفع مقابل هذا ايش هذا الاستخدام ولكن طالما ما فيش عندي هذه الاشارة دول تاج اصبح هذا فري اصبح اليوم انا ممكن انا اشتغل هذا وهذا او ما الى ذلك في اشياء تانية برضو هذا وهذا طيب في تصنيفات معينة ممكن انا تعملي فلترينج او تعملي تصفية للتمبلتس الموجودة و رجزوا معي انا اخترت لوغو قلت كل البيئة تبعتها هتكون عبارة عن لوغو باش انا بختار عبارة عن هنا اه تصنيف معين التصنيف ممكن يكون شوب محل فود طعام لايف ستايل اه 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 نموذج حياة او يعني بعرفش ايش ممكن نترجمها اسبورت اه الرياضة ايديوكيشن اه تعليم هيلف صحة كلب نادي الرياليستيت الواء الاصول او ال ال بنسموها في العمران او في موضوع الابراج او في موضوع الفنادق وما الفنادق والتجارة الاراضي فاشن هو نتكلم عن الازياء ترافل نتكلم عن موضوع السفريات ودنج الواء الزواج ميوزيك الموسيقى والصوتيات الريلجيون انوا الاتيان طب ايش نريد ان اتجاء الواء الموجود overcome في موضوع الكامل في موضوع الكامل يعني انا بختار واحدة من هذولا ويكون عبارة عن تمبلت ويكون عندي تيمبليت انا بأنشئ اللوغو بيناءً على هذا التيمبليت البقية هذولا مدفوعات الأجر طب تعال نختار اختار هنا تعالى نشوف انا اختارنا التيمبلت هذا اولا dos اطلع عندي من هذا الكلام؟ ثم نحذحه نجتن ههل الصورة؟ عا... نجدنا نعالج الصورة انا بدي روح اغير في محتوى الصورة طيبتال اول شي نروح نشيل مين؟ طيب قبل ما نشيل الصورة هذه؟ طيب قبل ما نشيل الصورة نجي بصورة جديدة حتى نستبدل Baron One بصورة جديدة من اين ممكن اجي بصورة هذه؟ se نبحث بنذهب بالفوتو او بنذهب للابرة اذا نجي ليفن ease بدي اعضع صورة أحد أنا بدي اضافة سورة من الخارج بجيب اقول add photo واروح على الكمبيوتر تبعي وين في عندي صور موجودة هنا مثلا بجيب الصورة هاي 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 نجبنا يش هاي جبنا صورة يعني اصبح فيني انا اجيب صورة من خارج الاطار تاع هذا الموقع موقعي بديني صور ولكن انا بدي اجيب صورة خاصة من جهازي اه بقدر اجيب من خلال اللايبري وبضيق في الصورة طب كيف بدأ استخدم الصورة هاي بعمل هاي الصورة بجيبها هنا بيكون عندي صورة موجودة طيب هاي طريقة طيب انا بدي طريقة تانية بدنا نجيب من الفوتوز الموجودة تعالني بحث نشوف ايش موجود في الفوتوز هاي بنتكلم نفس الفكرة في عندي مجموعة من الفوتوز ضمن كاتيجوريز مختلفة انا اخترت الادوكيشن بدخل على الادوكيشن اشوف ايش فيه صور متاحة حتى اني انا استطيع استخدامها في هذا اللوغو ايه بنيجي بنتطلع هاي كولها صور شخصية صور شخصية احنا بنتطلع ايش الانسب لانه وممكن نختار صورة تناسب هذا الواقع اللي احنا رح ينلقله بالمناسبة هذه الصور اللي حتى لانه ايش صور فري ممكن نختار الصور هذه طيب دعيني اختار الصورة هاده بدنا نعمل شوية عليها شوية معانة هاي بنصد مصر ها انا صغرنا الصورة بنيجي بنحذف الصورة هاده الآن هاي حذفنا الصورة بنستبدل الصورة هاده بالصورة هاده الايا اي taking без مشكلة الموضوع كيف بيكون وعدنا بدي انا اعمل شوية مؤثرة هاي انا فى المؤثرات باجي هنا ها بعمل opacity باللاقلا بعمل exposure بتكلم قاعد في بينيا انا مؤثرة يمكن انا نزيد واناقص في هذه الـ opacity والexposure ممكن حتى في عندي مؤثرت اخرى الى contrast كيف بده يكون في عندي تمايز ما بين الصورة والخلفية والمحتوى saturation في عندي تشبع في عندي اللون بدي انا اغير في اللون هاي في عندي الالوان شوف كيف تغير في موضوع الالوان هاي نغيرنا في موضوع الالوان هاي الـ opacity في الطريقة هذه اصبح في عندي مجموعة من المؤثرت انا ممكن اجريها على على هذه الصورة طيب نيجي نطلع إيش من خصائص الصورة بدي أصغر بدي أقبر بدي أعدلها بدي أرتبها كل هذا بقدر أنا أتعامل فيه من خلال الفوتو جيت تول طيب نيجي الآن نطلع على مين على هذا الوقت نحكي عن مين عن الغصنين اللي طلعين طيب بدايجي أنا أحط مؤثرات على الغصنين أول شي بتغير اللون أوكي فيك تغير اللون هاي هاي احنا إيش اخترنا اللون الأخضر هنا اخترنا لون أخضر بتناسب مع مين مع هويتنا أصبح فيه سجل ما بين اللون هذا وبين الألوان الثانية مثلا طيب تعالي نغير في النص آيوان النص بدي أنا أقول هيش عبارة عن هنا دكتور أوكي غزان احنا بدي أقول له أكاديميا أكاديميا طيب فينا نغير في أنواع الخطوط آيوان هذا الخط أنا بدي أغير اللون تعال الخط هاي اللون الخط باجي هنا بغير لون الخط إيش لون الخط بدنا إياه؟ خليه لون إيش لون أخضر إحنا أخذنا هوية خضرة ممكن إحنا إنهاى، أخذنا لون أخضر طيبـ oval ممكن أخليه لون برضه ماي الفَّ من درجات اللون أخضر هاه هاي بنتكلم من درجة لون أخضرها إيش أصبح صار شعاري. هو بيحمل هوية بنفس اللون بنتكلم بدكتور غزال الوقد في عنده الشعر هو اللي هو الخصنين بنتكلم هنا فيه صورة في الداخل ممكن نتغير ونبدل في الصورة ونديها شوية مؤثرات وهاي أنا عملت والله الأكاديمي الدكتور غزال موقع طيب إحنا هيك تقريبا هذا مبسوطين عليه وهو مناسب وبدنا نروح نستخدمه ليجب إنه إحنا نصدر هذا اللوغو على الموقع أو على الديسكتوب بحيث إن أنا أيش أعمل له تخزين وحفظ في المجلد تبع الموقع اللي أنا بدأ أشتغل على أساسه في الموقع تبعي ليش بنسوي؟ بنروح على الداونلود في الداونلود هنا بقول لي أصبح حقيقي عندي داونلود بختار اللي هو الفورمات جي بي جي أو بي أن جي بتختار واحدة من هذول التنتين وهو امتداد صور هاي جي بي جي وبنقول له داونلود طيب هنا بيقول لي ما المشاركة للفوتوجيت بحيث إنه هو بدو ينشر المنصة تبعته أو أنا بدأ نروح على الداونلود فوري فري ناو وين موجود؟ أصبح أنا جبته هنا على الموقع هاي ليرن أتش تعمال في داخل في عندي إيميج أنا في عندي هنا صورة هاي بدي أسميها اللوغو ها دكتور بازار هاي دكتور بازار أصبح ميتو بإتم وبالمناسبة جي بي جي وهي نخزلنا تعالنا نروح نشوف وين لقناه الآن أو وين ممكن نجده بنيجي عندك ليرن أتش تعمال على المجلد الموجود على سطح المكتب في داخله في إيميجز في داخل الإيميجز هاي موجود عندي إيش هاي الشعار موجود عندي كما صممنا أيوان هنا في عندي خلل في موضوع المقاسات نرجع نشوف المقاسات احنا إيش يصار فيها في إطار الموقع ولكن زي ما احنا شفنا هاي بسم الله احنا احتغلنا على مقاس معين هذا كله نروح نغير هاي بنحكي عن بدل أربعين خليه ستة وتلاتين وهذا نخليه ستة وعشرين وهي أربع وعشرين هذا يجبني دعم نود مرتيني شيف في جاء وبينجي ما في مشكلة بحيث انه ويش في عندي شفافية حيكون خلفية فيها شفافية هاي فوتو جد نقول له لوجو لوجو غزال هاي ظهر عندي اللوجو تاع غزال بالصورة الأمامنا موجودة دكتور غزال أكاديميان وهي الشعار ظهر عندي بالطريقة لانتو شايفينها طويم في نهي امكاني نستخدم فوتو جد انه نعمل أشياء أخرى ك Recept오�iri نعم فيه ممكن يستخدم الفوتو جد ونعمل أشياء أخرى منها الأشياء كله ع Vad escuela فيها ممكن نرجع احنا باك كل الأشياء اللي حكيناها فيه إمكاني أنه نستخدم الفوتوجيت حتى ننشئها منها الليدربورد المينيو الفيسبوك أدفرتايزمنت البروشور البوستر الفلاير البزنس كار كل هذه الأمور راح نستخدم لهذا التطبيق أو هذا الموقع حتى ننشئها أتمنى أن نكون استفدنا في هذا الدرس ويكون هذا الدرس درس عملي وله علاقة في موضوع تصميم تطبيقات الإنترنت ومواقع الإنترنت باستخدام لغة HTML انتظرونا في الدرس القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته